الدرس رقم 27 انتهى من حيث الدروس ومن حيث النشاطات الدرس انجزناه والنشاطات اكملناه بهذه المناسبة السعيدة هناك ملاحظة اوثق بها بعض الافكار الجدول دمت خلين الجدول هذا لو ننظر افقيا ماذا سنقول نقاط 9 21 15 نقاط 27 11 ثم نقاط 48 هذه المعلومات هي واحد اثنان ثلاثة اربعة اربعة فراغات من ساعدني في هذه الفراغات هو هذا العمود هذا العمود هذا من هو هو المجموع مجموع ماذا حزب النوادي نستعمل المدخل الاول الذي هو المجموع الاول حزب النوادي ونملأ اربع فراغات نطرح الآن سؤال من هو العدد الذي اضيفه الى تسعة لاحصل على واحد وعشرون خمسة عشر زائد ماذا تسوي سبعة وعشرون احدى عشر زائد ماذا تسوي ثلاثة وعشرون من هو العدد الذي اضيفه الى ثمانية واربعين لاحصل على مئة وواحد ما فائدة هذا العمل فائدته انني عرفت ماذا يوجد في الفراغات هذه عندما اعرف ماذا يوجد في الفراغات هذه اذهب الى الجدول واملأه بالنتائج التي وجدناه واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة يصبح عندي جدول جديد جدول جديد فيه خانتان فارغتان من هو الذي سيساعدني في هاتين الخانتين هو العمود الاول والعمود الثالث العمود الاول اثنى عشر خمسة عشر وعلمة استفهام ثلاثة وخمسون والعمود الثالث واحد اثنان ثلاثة واحد وعشرون سبعة وعشرون ماذا سنقول عن العمود الاول ماذا سنقول فيه وماذا سنقول في العمود الثالث وما فائدة هذا العمود الذي كل اعداده اصبحت معلومة هذا العمود الذي كل اعداده اصبحت معلومة يفيدنا في التحقق من صحة العمل إذا كان عملنا صحيح لن نجد تنقض نتمعا في العمود الأول هو 12 زائد 15 زائد 11 زائد ماذا تسوي 53 هذه الأعداد ممتشابهة أجمعها وتصبح عندي 38 زائد علامة استفهام تسوي 53 من هو العدد؟ 15 بنفس الطريقة هنا ولكن أضع علامة تعجب لحد الآن ملأنا كل الجدول إذن هذه طريقة أخرى لحل التمرين نستعمل المدخل الثاني بعدما نملأ الجدول بالنتائج السابقة نستعمل المجموع الثاني الذي هو حزب الجلس التلاميذ وذلك بقراءة عمودية قراءة أفقية نجيب ربعة قراءة عمودية نجيب زوج إذن هذه الطريقة للجدول ضمد خلين كيف يحل هذا التمرين أنجزناه بكثير من الطرق هذه إحدى الطرق الآن أأتي إلى شيء مهم حل المعادلات من الدرجة الأولى للسنة الرابعة ستلاحظ في الحل أنك تلمح لهذا الأمر بطرق غير مباشرة تارة تقول ثلاثة زائد نقاط تسوي عشرة تارة تقول ثلاثة زائد خط تسوي عشرة أو شريط عددي تارة تقول ثلاثة زائد علامة استفهم تسوي عشرة تارة تقول ثلاثة زائد علامة تعجب تسوي عشرة وأخرى تقول ثلاثة زائد مربع تسوي عشرة فقط الحوارزمي هو من قال بكل صراحة ثلاثة زائد إكس تسوي عشرة وكذلك يفعلون أصحاب الخامسة الابتدائي للجيل الثاني في الصفحة عشرة كتاب الخامسة الابتدائي بعد الصفحة أبحث الحروف A, B, C, D, A, Z, A, Z, A عندما تحل هذا التمرين ستفهم ما أقول كذلك يفعلون أصحاب الخامسة الابتدائي للجيل الثاني إذن هنا ماذا أقول حل التمرين أبحث يعتمد إجراءات ترتبط ضمنيا بحل معادلات بطبيعة الحال التلاميذ غير مطالبين بمعرفتها وإنما يعتمدها بشكل تلقائي ماذا أمثلة لحل هذه المعادلة هناك عدة طرق منها لغويا إذن ثلاثة زيت X تسوي عشرة كيف أحل هذه المعادلة؟ نصدفها كثيرا واحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا كيف هتفهم التلاميذ في حاجة كما أكثر هي رأي معادلة من درجة الأولى أنا عارفينها معادلة من درجة الأولى مناش قيلينها برك لأن في السنة الثانية متوسط بش يعرف الخوارزمي ويتكلموا على ذلك X بس حانا شوفنا باللي يستعملوها نحن وش نقوله يعتمد إجراءات ترتبط ضمنيا بحل معادلات بطبيعة الحال التلاميذ غير مطالبين بمعرفتها ولكن مطالبين باعتمادها بشكل تلقائي غير مطالبين بالمعرفة ومطالبين بالتلقائية في الاعتماد كيف أفهم التلميذ في قضية كمهرية؟ أنا جربنا شرح هنا منذ قليل إذن هناك عدة طرق منها لغويا ثلاثة زائد عدد يساوي عشرة من هو؟ يجيبك التلميذ مباشرة بسبعة أو نفكك العشرة بواسطة ثلاثة فأقول له ثلاثة زائد X يساوي عشرة والعشرة هي ثلاثة زائد سبعة إذن X هو السبعة أو نحول الجمع إلى طرح تقول له أن X يساوي عشرة ناقص ثلاثة وهي ثلاثة إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة لماذا لا أعرفهاش وهناك حي الأخرى حزب شكل الأعداد هذا ما أردت قوله في هذا الفيديو انتهى الفيديو